موسيقى أهداف الدرس لهذا اليوم الهدف الأول توضيح ما هي الصخور وأهم استعمالاتها الهدف الثاني توضيح ما هي المعادن وأهم استعمالاتها الصخور واستعمالاتها ما الصخور؟ دعونا نتعرف هي الأشياء التي يحصل عليها الناس من الأرض ويستعملونها تسمى الموارد الطبيعية ماذا تسمى؟ نعم الموارد الطبيعية الماء والهواء والنباتات والحيوانات والصخور كلها موارد طبيعية الصخور إذن ما هي الصخور؟ من يخبرني؟ أحسنتم؟ نعم هناك إجابات متميزة دعونا نتعرف على الصخور الصخور أشياء غير حية موجودة في الأرض أين موجودة؟ في الأرض؟ أحسنتم أغلب الصخور صلبة أغلب الصخور ماذا؟ لا أسمع أحسنتم صلبة يختلف بعضها عن بعض في الشكل والحجم واللون والملمس تختلف الصخور في ماذا؟ نعم الحجم أيضا الشكل نعم أيضا اللون وأخيرا الملمس أحسنتم دعونا ننظر إلى هذه الصورة ننظر إلى تكون الصخور تكونت الصخور وأصبحت بحجم كبير أحسنتم كيف تستعمل الصخور كموارد؟ توجد الصخور تحت الشوارع والتربة وفي قاع المحيط أين توجد الصخور؟ نعم الشوارع والتربة وقاع المحيط أحسنتم استعملت الصخور كأدوات منذ آلاف السنين كما إن الكثير منها يمكن نحته وصقله وطحنه ننظر إلى الصورة هنا لدينا مداء صالح تقع في المملكة العربية السعودية ويتمثل الصخور وقام الناس بنحت المنازل في هذه الصخور وهنا الفأس رأس هذا الفأس تم صنعه من الصخر والآن حان وقت النشاط أكمل الفراق بكلمات مناسبة فراق أشياء غير حية موجودة في الأرض يا تورا ما هي؟ أريد منكم الإجابة عن هذا السؤال في الصبورة أو في ورقة بيضاء لديكم دقيقة واحدة للإجابة عن هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر واحد اثنان ثلاثة إلى الأعلى نعم أحسنتم بارك الله فيكم إذن الإجابة هي الصخور الصخور هي أشياء غير حية موجودة أين؟ في الأرض أحسنتم السؤال الثاني أغلب الصخور ماذا بها الصخور؟ لديكم دقيقة واحدة للإجابة عن هذا السؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحد اثنان ثلاثة إلى الأعلى نعم بارك الله فيكم دعونا نتأكد من الإجابة معا أغلب الصخور ماذا بها؟ غازية؟ كلا إذن هل هي سائلة؟ كلا إذن صلبة أحسنتم أغلب الصخور صلبة ننتقل إلى السؤال الثالث يختلف بعضها عن بعض في الشكل وفرق واللون وفرق لديكم دقيقة واحدة للإجابة عن هذا السؤال اشتركوا في القناة واحد اثنان ثلاثة إلى الأعلى أحسنتم إجابة صحيحة دعونا نتأكد من إجابتنا معا إذن يختلف بعضها عن بعض في الشكل وماذا؟ الحجم أحسنتم أحسنتم واللون وماذا؟ الملمس أحسنتم إذن يختلف بعضها عن بعض في الشكل والحجم واللون والملمس والآن ننتقل إلى المعادن واستعمالاتها أولا ما المعادن؟ المعادن هي أجزاء صلبة غير حية من التربة يمكن أن تتكون الصخور من معدن واحد أو أكثر المعادن الموجودة في الصخور تجعلها تلمع يتكون الإجرانيت من معادن مختلفة والآن ننتقل إلى استعمالات بعض المعادن المعدن الأول الإجرافيت في ماذا يستخدم هذا المعدن؟ نستخدمه يوميا في الصف ونكتب به أحسنتم قلم الرصاص إجابة جميلة ننتقل إلى معدن آخر وهو التركواز في ماذا يستخدم؟ في ماذا؟ المجوهرات أحسنتم ننتقل إلى المعدن الآخر وهو الفلورايد في ماذا يستخدم؟ نعم نستخدم في معدون الأسنان تكونت الصخور والمعادن في الأرض خلال الملايين من السنين من يخبرني؟ كم تستغرق المعادن في التكون؟ يوم؟ يوما؟ شهر؟ من؟ نعم أحسنتم ملايين السنين يحفر الناس في الأرض بحثا عن المعادن أحسنتم تكونت الصخور والمعادن في الأرض خلال الملايين من السنين من يخبرني كم تستغرق المعادن في التكون؟ يوم؟ شهر؟ أسبوع؟ أحسنتم ملايين السنين نعم يحفر الناس في الأرض بحثا عن المعادن والآن حان وقت النشاط صلصورة المعدن في القائمة الأولى باستعماله في القائمة الثانية والآن لدي جدول يحتوي هنا على المعادن وهنا على استعمالاتها لديكم دقيقتان للإجابة عن هذا السؤال في السبورة أو في ورغة بيضاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واحد اثنان ثلاثة إلى الأعلى أحسنتم إجابات متميزة دعونا نتأكد من إجابتنا على السبورة معا أولا معدن التركواز يدخل في صناعة ماذا؟ أحسنتم المجوهرات ومعدن الجرافيت يدخل في صناعة ماذا؟ نعم في صناعة أقلام الرصاص والمعدن الآخر الفلورايد يدخل في صناعة ماذا؟ نعم معجون الأسنان نعم إجابة صحيحة والحجر المغناطيسي يدخل في صناعة ماذا؟ المغناطيس أحسنتم والآن ننتقل إلى النشاط التغييمي السؤال الأول فيما يستعمل الناس الصخور لديكم دقيقة واحدة للإجابة عن هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر واحد اثنان ثلاثة إلى الأعلى نعم أحسنتم إجابات صحيحة نعم إذن فيما يستعمل الناس الصخور؟ يستخدم الناس الصخور في صناعة الأدوات وبناء المنازل ورصف الطرق السؤال الثاني فيما تتشابه الصخور والمعادن وفيما تختلف لديكم دقيقة واحدة للإجابة عن هذا السؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أحسنتم إجابات متميزة دعونا نتأكد من الإجابة معا أولا تتشابه الصخور والمعادن في أن الصخور والمعادن كلها ممادة غير حية أحسنتم ولكن الاختلاف هي المعادن هي التي تكون الصخور المعادن هي التي تكون الصخور والصخور يمكن أن تتكون من معدن واحد أو أكثر وانتهى درسنا لهذا اليوم وانتظرونا في دروس أخرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر